حكاية حديد دان الحرامي والممي الغولة كان حتى كان كان الله بكل مكان كان الحبق والسوسان حجر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام كان واحد الراجل عنده سبعة الأولاد السابع فيهم سميته حديد دان وبغى يمشي للحج خاف على أولاده تجي الغولة تأكلهم قال ليهم أولي ذاتي أنا بغيت نمشي للحج خفت الغولة تجي تأكلكم من ورايا قالوا لي أبا ناما عندك لاش تخاف علينا كل واحد صوب له دار باش يحمي راسو وصيروا يخلينا قال ليهم أخا ولداتي جمعوا لي ذاتو وصولهم سووا اللول أشنو بغيت ندير لك باش تحمي راسك من الغولة اللول قال لي صوب لي يا دار من التراب وباب من التراب وخبزة قدسمة وقلوش ديال الماء وصيروا يخليني وصول الثاني قالوا انتا باش بغيت تحمي راسك قال لي أنا صوب لي يا دار من الخشب وباب من الخشب وخبزة قدسمة وقلوش ديال الماء وصيروا يخليني سووا الثالث قال لي وانتا أش بغيت نصوب ليك قال لي يا ابا صوب لي يا دار من الحجر وباب من الحجر وباب من الحجر وخبزة قدسمة وقلوش ديال الماء وصيروا يخليني جاء عند الرابع وقال لي وانتا أش بغيت نصوب ليك قال لي يا ابا أنا صوب لي يا دار بالقصب وباب بالقصب وخبزة قدسمة وقلوش ديال الماء وصيروا يخليني جاء عند الخامس قال لي يا أولدي وانتا أش بغيت نصوب ليك قال لي يا ابا أنا صوب لي يا دار الأراف ، بية طب ، وخبزة مالدة وقام له مع الماء ، وبرحة وはいر السادس ي stud at home and say to you want a bit in green or maybe to reach your face قال لي انا صوب لي ادار بالجلد وباب بالجلد و خبزه قدسماء و قلوه يديه الماء و اسيروه وجاء عند السابع الهو احد يدان قال لي انا و انا سوب ليك باش تحمي راسك من الغولة قال لي انا انا صوب لي ادار من الحديد وباب من الحديد واسوارته هديد و خبزه قدسماء و قلوه يديه الماء و اسيروه يجب أن يصوب لهم كل شيء الذي يريده كل شيء الذي يطلبه يصوب لهم ومشى الحج وخلقهم جاءت الغولة جاءت عند الأول ريبة الضار للطراب حتى كانت مصوبة من الطراب وكلت الأول والنهار الثاني جاءت عند الضار والخشب ريبات له الخشب وكلتهم والنهار الثالث جاءت عند مول الضار المصوبة بالحجر ريبة الحجر ودخلت عليه وكلته الجزء ندل القطعة الخامس جاءت عند مول مول الجزء وكلتهم الذي في الجلد وقتorian الجلد قطعت الجلد قطعت حديد غير حديدا لم يدل نحاول يضرب الغولة كل يوم الغولة يضرب ضغيرات الماء و يتربس به و يتراقب لأنه أعرف الماكلة ستسالي نهار رسلت له الماكلة كان حديد دان يخرج من الدار في الصباح بكري يمشي العين و يشرب الماء فاش يكمل يرمي فيها الزبل و يخلطه مزيان و يطلع الكرمد للكرموس يضرب الزبلة و يضرب الغولة و كانت الغولة كانت عورة و عندها غير عين واحدة فاش تنزل عليها الكرموسة تقول زيدة خير بابا ربي يزيد و يضحك عليها و يقول لها أمي الغولة قدرت هابك و شربت الماء من كان صافي و خلطته لك و اخذت الكرموسة الزبلة و ضربتك بالخامجة و هي فاش تسمعها كا كتبغي تشده و هو يهرب لها و يركب لها فوق واحد دحيش ديالها و يهرب لداره منين توصل عليه؟ ما تتلقى منين تدخل؟ من ليه كتبغي تشده؟ كتلقى هتخل و ما كتلقاش هي من يدخل عليه لأن الباب دياله و ديال الحديد بقات هكا حتى فكرات مزيان و هي من يدخل الغولة عن السراحة اللي يسرحوا تمال بها وتحلفات عليهم و توعداتهم و قاتلهم كل واحد يجمع لي يا كبة ديال لك ذلك المسكة اللي تكون خارجة من الشجر تكون قتل الصق قاتلهم كل واحد يجمع لي يا كبة ديال لك قد راسه و الذي ما جمعهاش ناكله و هذوك السراحة و ما يخافوا و بقاهم ساكن يقلبوا و يجمعوا و يقلبوا و يجمعوا حتى جمعوا ليها جمعوا لي هذوك الكبات و هي تشدهم دارتهم فوق ذوك الدحيش و فاش حديد دان هذ المرة بغير كب و يهرب السق السق لأن هذوك العلكات لسقوه السق فوق الدحيش و ضحكات عليه الغولة و قالت له دا بحصلتي يا حديد دان و شداته قال لها أمي الغولة و أخات بغيتها كليني رافية غير عظيمات أنا نعطيك واحد لاقتراح و نعطيك واحد لفيك رزوينة سوف تنجح لك سوف تشديني و تديني في المطمورة و تعطيني لك اللوز و القرقاء و التفاح و سوف تعطيني واحد لبراء و مخيط فاش سوف نسمن سوف نخرج لك المخيط و هذه الساعة سوف تأكليني تقت به و قالت له وخة حتى هذا نظر دارت هذا الشيء اللي قال لها و كل مرة تتجي تطلع له يخرج لها الفتاح لبراء باقي رقيق باقي مسمانيج حتى الوحد النهار هو يخرج لها المخيط و جبداته من المطمورة و بغيت تدبحه هو يقول لها أمي الغولة أنا ده بسمين بزاف و فيا بزاف ديال الحم غادي تاكل ينصي و نصي شيط ليك و تلوحيه و غا ضاعفيه اللهم سيني عايطي على أهلك و حبابك و ديروا علي واحد زرداء و خلي بنتك تذبحني راني ساهل و هذاك الشيء اللي دارت احتها هي مشات أمي الغولة مشات و خلات بنتها تكمل الشغل فجأت البنت تذبحوا قال لي هذا بنتي يجريين عندكم أهلك و حبابك و غا يشوفوك هكاك شعرك مغطي وجهك و حالتك حالة عايجي نصوب ليك و نقادل ليك و نمشط لك شعرك فاشتو اللي زوينا دبحيني راني فتاعا طيب و تاقط فيها ديك بنت الغولة تاقط به لهبيلة و أعطاته راسها باش يقطع عليها شعرها و هو يشدها و دبحها من اللي يدبحها لبس الجلد ديالها و طيبها و فجأت الغولة مع أحبابها حط ليهم يأكلوا و هو لابس الجلد ديال الغولة ما عرف هاتوش الغولة شوية قالت لي أجيب انتي تاكلي معانا قال لي قال لا أنا كليت قبل ما تجيو فاش كنت نطيب كنت كنا ناكل غير كله بصحة و قال لي و أعطيني هادوك السويرتات ديال الدار ديال حدي الدان نمشي نشوفها كيف ذايرا راح تنتو ما غادي تبغيوا تشوفوها أنا غادي نسبقكم ليها و من اللي تاكلوا و غلحقوا عليها الغولة أعطاتوا السويرت و مشاء و احمد دار مزيان و طلع فوق السطح و بقى تراقب فيهم و ها هي الغولة جاية هي و حبابها من اللي وصلوا قربوا للباب أرمى ليهم الجلد ديال بنتها من الفوق و بدأت يضحك عليهم و قال لي ها ها كي جلد بنتك و را كي كليتي بنتك و هي تغضب و تتقلق و قال ليه درتيها بياي حديد دا الحرامي و من كثرة الغضب و الغيض ديالها و الفقصة ديالها لحقاش حديد دان دارها بها او تاني بغا تهرس الدار و تدخل عليه و معاه هو كيف مكان كيف مدار حماها كيف ما هي كتضرب بالجهد كتلسق و هكا وقع لحبابها تاهم جاوب غاوي يضربوا الباب تاهم ملسقوا في الباب و ماتوا و انتا صرح ليد دا الحرامي على الغولة وهذه هي النهاية الحكاية و كما يقولوا مش هات خبرتي من واد الواد و بقيت انا مع الناس الجواد والله يمسيكم بخير والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته